أهلاً بكم في إستعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية التعليم التداول للمستثمرين مصطلح اليوم هو نسبة المديونية وهي مقياس للنفوذ المالي في الشركة والتي تبين إلى أي مدى يتم تمويل عملياتها من قبل المقرضين مقابل المساهمين ويشير مصطلح المديونية أيضاً إلى النسبة بين سعر أسهم الشركة وسعر الطلبات عليها الاستخدام الأكثر شيوعاً لمصطلح المديونية هو الوصف مستوى الدين الصافي للشركة أو صافي النقد أو النقد المعادل مقارنة مع رأس المال وعادة ما يتم التعبير عن هذا المستوى كنسبة مئوية لذلك فإن الشركة التي لديها نسبة مديونية البالغة 60% لديها أيضاً مستوى ديون البالغة 60% من رأس المال فيها تبين نسبية المديونية إلى أي مدى الشركة هي مرهونة بالديون اعتماراً على نوع الصناعة فإن نسبة مديونية البالغة 15% ستعتبر جيداً بينما أي شيء أكثر من 100% سيتم اعتباره خطر أو عالي المديونية ويستخدم مصطلح المديونية أيضاً بالمعنى ذات الصلة للإشارة إلى أن الاقتراض من صندوق استثماري يعزز العائد على رأس المال والدخل عن طريق استثمارات إضافية عندما يكون أداء الأصل جيداً يتمتع المساهمين بربح معزز أو موجه